الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يعني هذا الأسلوب منتشر جدا هذا راست نحن فيه لكن أنا أتكلم بالنسبة أعتقد أن هذا المقام يمكن أكثر شيء في الأذان يعني يكون موجود هل هو مرتبط بهاوية معينة؟ لا لا حتى في التلاوة يعني أقول لك أمة الحرم أكثرهم على هذا المقام أسديس وشريم مقام الرسل علي جابر وعلي جابر كان يبدع في هذا المقام ومرتبط ببلد محدد يعني لا 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 هذا مقام عربي أصيل في كل بلد ومحبب بلد الجميع براشد؟ نعم نعم علي جابر أقول لك يعني كقارئ يعني أبدع في هذا المقام خصوصا يعني في المراتل فيخرج عن المقام الأساسي يعني مثلا يقول الكردان فوق اللي سمونا كردان أو السازكار مثال براشد يعني مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم شوف ركز آخر شيء بيصرح فوق يا رب يا رب يا رب راح الكردان العالي هذا عرفت اللي هي نفس درجة الرست لما تكون فوق الدرجة التي ستصبح الثامنة يسمونها الكردان بس أنت مجبور لما ترد آخر شيء ترد على اللي بديت فيه نعم حتى كان يأتي بمقام آخر أيضا جميل اللي يسمونه نايرز رست هذا المقام وهو يقول رست يروح أيضا يقول مثلا كان مشهور فيها طبعا ما راح أقلده راح أقول لك السلوب يعني نعم مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كأنه يقول بياتي مع الرست عرفت فصار شخصية مختلفة هذا المقام أيضا من المقامات الواسعة ذكرت قبل شوي أن أغلب القراء يبتدون يعني البداية تكون بياتي ومن ثم يدخل على الرست نعم لكن في الختام في آخر شيء لازم هو مرتبط أن يكون بياتي آخر شيء ولا يقدر يكمل على الرست هو أجرة العادة عند القراء اللي يقرؤون بالمجود اللي هو اللي فيه تنغيم وفيه بوط وفيه يعني نصحة تعبين نقول قراءة المحافل يعني هذه القراءة جرت العادة أن يبدأون بالبياتي ويقفلون بالبياتي